بعد فوزه الكاسح في ولاية نيويورك وحصوله على 846 مندوبا يسعى مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب لضم 391 مندوبا لضمان الترشح رسميا للحزب قبيل مؤتمر الجمهوريين المقرر الصيف المقبل ترامب فشل حتى الآن في تحقيق فارق واضح يبقيه بمنأة عن منافسيه تيد كروز وجون كيسك ما يجعل طريقه محفوفة بالمخاطر قبيل المؤتمر القومي للحزب الجمهوري انتصاره في الانتخابات التمهيدية في معقله نيويورك على منافسيه جعله يحظى بقبول متزايد في صفوف الحزب ولكن امام ترامب مهمة كسب تأييد 1238 مندوبا يحتاجهم للفوز بترشح الحزب مهمة تبدو مستحيلة امام كم الانتقادات التي تطاله بسبب تصريحاته المثيرة للجدل ولكنها ليست مستحيلة امام التحدي الذي يعيشه فتى الجمهوريين المدلل ولذلك غير رئيس حملته الانتخابية وعين بول مانورف المعروف في اوساط الجمهوريين بديبلوماسيته وهو يستعد لتغيير صورته وخطابه الانتخابي عقب جولة انتخابات تمهيدية في عدد من ولاية الشمال الشرقي المتوقع ان يفوز فيها الاسبوع المقبل وفي حال فشل ترامب في حشد تأييد المندوبين يجري المؤتمر العام للحزب الجمهوري تصويتا داخليا وفي هذا الصدد حذر من ان اي محاولة لابعاده ستؤدي الى انشقاق الحزب الجمهوري وتدعيه وعلى صعيد الديمقراطيين ما تزال هيلاري كلينتون تتصدر المرشحين وتستحوذ على دعم الحزب رغم استمرار بيرني ساندرز في ادارة حملة مثيرة للاعجاب لكنها خاسرة من حيث عدد المندوبين الذين سيؤهلونه للفوز برأي مراقبين نوال عياض العربية